كما ذكرت سابقا قيل انه سيكون جاهزا خلال المرحلة المقبلة من الايام نشاهد صور من الملعب لكن يبدو ان الملعب وعلى حالته الحالية لازل بعيدا عن يكون جاهزا في المرحلة التي او في التاريخ الذي تمت الاشارة اليه وبالتالي سيكون فريق ولنبي كوريبغا ربما مضطرا وخلال مرحل اخرى من هذه البطولة الى الاستنجاد او الاستغاثة بملعب اخرى سواء الملعب برشيد او ملعب بني ملال او مدينة تادلة التي خاد فيها لقاءتي لكن دون ان يحارفه الحد احيانا في هذه الملعب وبالتالي يغير المكان لعل النتائج تأتي مع تغيير المكان ايضا اذا هذا بالنسبة لملعب مدينة تغريبغا ونفس الشيء قيل ايضا عن ملعب اسفي